بداية استذكر رواد منصات التواصل الاجتماعي المبدع يحيى بن مبروك المعروف بشخصية لابرانتي في الذكرى السابع عشر لوفاته حيث عرف الفنان الراحل بعدة أعمال فنية منها مسرحية حسن طيرو الغولة أما سينمايا فكانت شخصية لابرانتي منعرجا حاسما في التاريخ الفني ليحيى بن مبروك والتي أدى من خلالها دور مساعدة المفاتش الطاهر رفقة زميله الراحل حاج عبد الرحمن بالإضافة إلى النجاح الذي حققاه معا في فيلم هروب مفاتش طاهر المسهول وعطلة المفاتش الطاهر وبعد وفاة حاج عبد الرحمن عام 1981 ابتعد لابرانتي عن الساحة الفنية إلى غاية 1990 من خلال الفيلم الفكاهي الطاكسي المخفي ليحقق به نجاحا ساحقا ليضعفه المرض وتوفيها المنية يوم الحد عشر من أكتوبر 2004 ترجمة نانسي قنقر